مثل بتقولك احنا تعبنا من الدنيا ومن الحياة ومن التعامل مع البشر والتعامل مع الناس واكيد مروا بدغوطات ومشاكل في حياتهم سواء حياتهم الأسرية او العملية او الاصدقاء او المعارف او حتى في الشرح اكيد ده اللي وصلهم لكده احنا مش بنحكم عليهم ولكن احنا النهاردة جايين نقولهم انتوا هتعيشوا ازاي من غير سند في حياتهم دوروا عليه واكيد موجود ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيب انسان عايش لوحده بطوله في العالم ده كله مفيش حد بيحبه مفيش حد بيقف جنبه مفيش حد بيسنده ده حاجة مستحيلة واللي وصل للمرحلة انه يفكر بالطريقة دي فده اكيد هو اللي عنده مشكلة مش عشان انه مشكلة انه وحش انه مشكلة في طريق التفكيره تابعنا النهاردة يمكن تغير طريقة تفكيرك مع ضفنا دكتور عمر الورداني امين الفتوى مدير ادارة التدريب بدار الافتاقة المصرية ومدير مركز الارشاد الاسري اهلا بحضرتك يا مولانا معي اهلا بحضرتك يا سيد كلام في الحقيقة كلام في الصلب لان هو كلام بيفرد الصلب يعني بيجأ كلام في الصلب بيفرد الظهر بعد الشر اللي بيفقد سنده بيقولك دهر يتكسر اه يعني فهو الانسان بياخد بياخد صلابة وبيقوم سلبه وبياخد وضعه الطبيعي وبتكشف هويته طالما هو عنده سند ساعة ما بيفقد السند بيفقد حاجات كتيرة منها بيفقد هويته ويفقد قيمته هو حتى لو هو في اي مكان لكن هو حاسس انه ما عنده سند بتحس حضرتك انه هو بيعمل حاجات كمان خارج الاشياء الطبيعية يعني اسم فيه ناس بتنفعل انفعلات وتخليها تتاخذ قرارات لا تتناسب مع شخصيتها ولا تتناسب مع عقولها لان هي للأسف فقد السند ناس كتيرة جدا جدا بتفرط في حياة كتيرة جدا بحث عن فتاة السند ممكن الانسان يفرط في قيمه بعض الاحيين عشان يبحث عن السند ففكرة السند دي انا اظن هي فكرة مركزية في حياة الانسان ولذلك الله سبحانه وتعالى لما حبي يطمئن الانسان وكانه بيقول له اذا انت فقدت فانت ما تفقدش وهو معكم اينما كنت عشان الانسان يفضل حاسس ان السند ولذلك كل السند كل سند احنا بناكده في حياتنا هو تجلي من تجليات ماذا الله لطيف بعبادي تجلي من تجليات ماذا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعت